السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وبينا استعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه شمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها رواه مسلم وفي هذا الحديث فضل الجمعة على بقية الأسبوع وفيه بيان ما وقع فيه وما سيقع من أمور العظام وفي رواية وفيه قبضة وفيه ستقوم الساعة قصة اليوم كان في عهد سيدنا موسى عليه السلام رجل من بني إسرائيل عاصل لله تعالى ولم يترك الذنوب لمدة أربعين سنة وقت انقطع المطر ولم يعد هناك خير فوقف سيدنا موسى وبنو إسرائيل ليصلوا صلاة الاستسقاء ولم ينزل المطر فسأل موسى الله تعالى فقال له الله لن ينزل المطر فبينكم عبد يعصيني منذ أربعين سنة فبشؤ معصيته منعتم المطر وقال موسى عليه السلام وماذا نفعل فقال الله أخرجوه من بينكم فإن خرج من بينكم نزل المطر فدع موسى عليه السلام وقال يا بني إسرائيل بيننا رجل يعص الله منذ أربعين سنة سنة بشؤم معصيتهم منع المطر من السماء ولن ينزل المطر حتى يخرجه فلم يستجب العبد ولم يخرج وأحس العبد بنفسه وقال يا رب أنا اليوم إذا خرجت بين الناس فضحت وإن بقيت سنموت من العطش يا رب ليس أمامي إلا أن أتوب إليك وأستغفرك فافر لي واسترني فنزل المطر فقال موسى يا رب نزل المطر ولم يخرج أحدهم فقال الله نزل المطر لفرحتي بتوبة عبدي الذي عصاني أربعين سنة فقال موسى عليه السلام يا رب دلني عليه لأفرح به فقال الله له يا موسى يعصيني أربعين سنة وأستروه أيوم يتوب إلي أفضحه ونسأل أنفسنا كم ذنوب فعناها ويسطرنا الله وكم نعصي ويمهلنا الله وفي يوم القيامة يقول الرب الرحيم سبحانه سطرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم سبحانه وتعالى ما أعظمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا جزيلا وصلى الله وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأجمعين